صدرت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض مؤخرا صدرت أكثر من ثلاثة ألاف رتبة وشعارات عسكرية مخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية كما أغلقت اللجنة ستة محلات مخالفة تعمل في خياطة الملابس العسكرية دون ترخيص وتسليم عاملين للجهات المختصة لوجود بلاغات تغيب في حقهم